ويعتبر عام 1968 عاما ثوريا بامتياز فعلى مستوى العالم مادت الأرض تحت أقدام المستبدين والطغات وانتعشت الآمال وراحت صيحات الحرية تدك حصون الأغنياء والأقوياء في أماكن عديدة وكان للطلاب دور بارز في ظهورها إلا أن الحركة لم تقتصر على الطلاب والهيبيز والخنافس كما حاول الإعلام الغربي وصفهم ومثلت ثورة 1968 تهديدا حقيقيا للطبقات الحاكمة على امتداد العالم كله وأن القوة القادرة على كسر أغلال الرئيس مالية الطبقة العاملة العالمية تحركت وكان لحركتها دوي هائل صحيح أن العالم لم ينقلب رأسا على عقب كما حدث في 1789 أو 1917 إلا أنه ارتج بشدة ولا يزال شبح 1968 يثير رعب الحكام وينغص أحلامهم كما أن بهجة 1968 لم تزل قادرة على تحرير عقول وقلوب الملايين وهناك من يرفض مقارنة انتفاضة السترات الصفراء بثورة 68 وأنه ليس من المفيد في اللحظة الفرنسية الراهنة مقارنة الأحداث الأخيرة بمثيلاتها في مايو 1968 تلك التي أطاحت بالجنرال شارل دي جول ولن يكون منصفا تشبيه احتجاجات الشوارع الفرنسية بالربيع العربي تبعا لاختلافات السياقات والأوضاع ولن يكون مجديا أيضا اعتبار الاحتجاجات الأخيرة صرخة اشتراكية ضد النزوع الرأسمالي الذي بلغ أقصاه ومع ذلك فإن كل تلك الإسقاطات السالفة تحضر في الأذهان مع وجوب احترام فوارق السياقات لكن احتجاجات السترات الصفراء المنطلقة من واقع فرنسي محدد وراهن ستكون لها مآلاتها السياسية والاقتصادية القريبة وفي عام 2008 تمت إعادة النظر في أحداث ماي مجددا وذلك بعد مرور 40 سنة على وقوعه فقد كتبت حوله مقالات وكتب عديدة وخصصت له برامج تلفزيونية ونقاشات ساخنة والسؤال الذي يطرح هنا لماذا كل هذا الصخب حول ثورة ماي 68 وبشكل مبالغ فيه أهو نوع من الاحتفاء بحدث انتهى إلى الأبد أم هو على العكس من ذلك نوع من الاحتجاج والتمرد على الواقع الجديد وما الذي يمثله هذا الحدث اليوم من دلالة بالنسبة إلى الفرنسيين وأي شيء تغير بعد أكثر من 40 سنة من وقوع الحدث وهل ينجح ماكرون في السيطرة على السترات الصفراء خاصة وأن ميكافيلي يعتبر أن الأقاليم التي تتمرد على أمرائها يصعب فقدانها مرة أخرى بعد استعادتها حيث يصبح الحاكم وبسبب سابق تمردهم أكثر حرصا على دعم موقفه ومعاقبة المتمردين وكشف المرائين وتقوية نقاط الضعف فهل تخضع السترات الصفراء لهذه القاعدة؟ وفي نفس السياق كتب ريجيس دوبريه بعد إطلاق سراحه في بداية 1973 بعد معاناة كبيرة من التعذيب في كتابه يوميات برجوازيا صغير أين تلك الحماسة الأولى التي تؤمن بالثورة كدين وعقيدة متعاليين لا يمكن مناقشتهما؟ لماذا هذا الإخفاق التام للثورة في أمريكا اللاتينية وللكثير من حركات التحرر في بقاع أخرى من العالم؟ لماذا هذا الانتصار للقوى المهيمنة الاستعمار والإمبريالية؟ هل هناك خلل في تكتيك الثورة عمليا وعسكريا؟ أم هناك خلل نظري في إدراك الثورة لواقعها؟ خلل في عدم التقدير الواقعي للقوى المقابلة وقوة آلاتها المتمكنة والعقلانية في ممارسة القمع العنفي المباشر علما بأن الدستور الفرنسي لعام 1958 خالا من أي نص يكرس مبدأ احترام الكرامة الإنسانية وكذلك الحال بالنسبة إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر بعد انتصار الثورة الفرنسية في تاريخ 26-8-1789 إذ لم يتطرق صراحة إلى هذا المبدأ واستنادا إلى ذلك اقترحت اللجنة الاستشارية المشكلة لإعادة النظر ومراجعة الدستور الفرنسي في تقريرها المؤرخ بتاريخ 15-2-1993 إضافة فقرة ثالثة وبعد إعداد نص المادة السادس والستين منه على ضمان مبدأ حماية الكرامة الإنسانية وفي الحقيقة فقد بيّن إعداد القوانين المتعلقة بالأخلاقيات الحيوية والتصويت عليها غياب نصوصا دستورية صريحة في هذا الشأن من شأنها أن تؤثر عمل المشرع وأول إشارة صريحة إلى هذا المبدأ في القانون الوضعي الفرنسي كانت بموجب القانون رقم 1067 على 86 الصادر بتاريخ 39-1986 والمعدل في عام 1989 والمتعلق بحرية الاتصال حيث جاء في المادة الأولى منه على أن الاتصال السمعي والبصري حر ولا يمكن تقييد هذه الحرية إلا ضمن الحدود التي يقتضيها احترام كرامة الكائن البشري هذا وتعتبر حرية من أسمى القيم التي يتمتع بها الإنسان على الإطلاق وبإجماع الإنسانية على مر العصور فهي أعز ما يملكه وقوام حياته ووجوده وكلما كانت هذه الحرية مكفول لها ضمانات وجودها وممارستها كلما ازدهر التمتع وتقدم في مدارج الرقي فالقواعد القانونية ما هي إلا وسيلة لإقرار حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية مما يستلزم معه مراعاة قاعدة تدرج القواعد القانونية من القاعدة الدستورية الأعلى إلى القاعدة العادية والتي تفرض خضوع القاعدة العادية للقاعدة الأعلى منها أي الدستور وهذا ما يضمن ثبات واستقرار القواعد القانونية ويسهل على السلطة ممارسة اختصاصها في مجال المشروعية والسلطة في تعريفها العام هي الحق في الأمر وتستلزم وجود طرفين آمر ومأمور آمر له الحق في إصدار أمر إلى المأمور ومأمور عليه واجب الطاعة للأمر وتنفيذ الأمر الموجه إليه فالمشكلة الأساسية الأولى في علاقة السلطة هي مشكلة الاعتراف بما تقوم به من حق وواجب عند طرفيها فإذا كان هذا الاعتراف تاما ومتبادلا استقامت السلطة مع علاقة أمرية مشروعة ولكن إذا تطرق الخلل إلى أحد طرفيها فإنها تتعرض للارتباك والتصدع والوهن وقد تنتهي إلى الانهيار وانتفاضة السترات الصفراء في فرنسا ليست ثورة ضد غلاء المعيشة والوقود فقط بل هي أيضا ثورة ضد تغول الطبقة البرجوازية في زيها الجديد فجينات الشعب الفرنسي مهيئة أكثر من غيرها من الشعوب الغربية للتحليل والتمحيص بحكم ثراء مخزونها من ثقافة الثورة وبالتالي الانتفاضة على النظام الرئيسمالي الذي كشر عن أنيابه في وجه الطبقات الوسطى والدنيا على حد سواء ليس فقط في الدول النامية بل حتى في الدول المتقدمة ومثلما جمعت ثورة 68 كل الطبقات والفئات العمرية والاجتماعية فإن انتفاضة السترات الصفراء قد وحدت كل الأطياف المتضررة من سياسة ماكرون المنحازة للطبقات البرجوازية وانضم إليها أعوان الشرطة فبعد خمس أسابيع من احتجاجات السترات الصفراء التحقت بهم الشرطة الفرنسية التي أطلق عليها اسم انتفاضة السترات الزرقاء التي استمرت احتجاجاتهم واتوجت احتجاجاتهم بالحصول على زيادة في الرواتب تتراوح بين 120 و150 يورو شهريا بينما هددوا الرئيس الفرنسي بأنهم سيواصلون الاحتجاج إذا لم يستمع إلى مطالبهم خصوصا فيما يتعلق بالاقتطاع من الميزانية الأمنية لكنها توقفت بعد أن توصلت نقابة العاملين في الشرطة إلى اتفاق مع الحكومة الفرنسية بوقف الإضراب الذي شمل إغلاق مراكز الشرطة في بعض المناطق باستثناء الحالات الطارئة وهناك تساؤل يطرح هنا وهو هل يمكن تصنيف احتجاجات أصحاب السترات الصفراء التي اجتاحت فرنسا ضمن الثورات التي عرفتها فرنسا وهل يمكن وضعها في خانة إرهاصاتها وأثرا من آثارها وامتدادا لتداعياتها لا شك أن الإجابة عن هذه الأسئلة ستكون متبينة جدا حسب نظرة كل محلل وتوجهه حيث أن ثمت من يرى أنه من الصعب القيام بذلك في هذه اللحظة التي ما زالت فيها الأحداث متواصلة وبالتالي فإن أبواب الاحتمالات فيها مفتوحة على مصراعيها فهناك من يرى أنه لا يمكن أن تصل تلك المظاهرات إلى مستوى الثورات التي أطاحت بالرئيس ديغول الذي لم يشفع له تاريخه العسكري المجيد في الحرب العالمية الثانية ضد الاحتلال النازي الألماني والتي ما زالت راسخة في الثاكرة الوطنية الفرنسية إلى يومنا هذا لأن تنظيم الاحتجاجات ظاهرة عادية في فرنسا التي هي أسبق دول القارة الأوروبية كلما مست المصالح الاجتماعية للمواطن الفرنسي يضرب العمال وما اختيار اللون الأصفر لسترات المحتجين كشعار لحركتهم الاحتجاجية إلا مجرد دق لناقوس الخطر وإثارة للانتباه إلى خطر محتمل لما تحمله السترات الصفراء من معاني التنبيه ودلالات لفت الانتباه التي يلجأ إليها سائق السيارات والشاحنات على وقوع عطب في الليل لتفادي الاستذام وهي رسالة قوية من المحتجين إلى النظام الفرنسي حتى يتخذ الإجراءات الكفيلة بالحيلولة دون تحول الانتفاضة المجتمعية إلى ثورة بما يملكه الشعب الفرنسي من حكمة وحنكة وبما يمتلكه من مؤهلات وأدوات ديمقراطية لاعتقاد الحكومة أن الانتفاضة طفيفة رغم ما عرفته من أعمال عنف ومصادمات واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وهي انتفاضة ذاتية وقودها الطبقة الفرنسية المتوسطة والفقيرة ولا تقف وراءها قوى أجنبية محرضة ومنظمة وممولة بينما يرى فريق آخر عكس ذلك وأن وراء تلك الاحتجاجات إلى جانب اليسار المتطرف قوى أجنبية متطرفة إرهابية من غير الفرنسيين أو من الفرنسيين المتطرفين ومن الملاحظ نزوع الحركة الاحتجاجية إلى مخالفة القانون بشكل صريح ومن ذلك عدم طلب المتظاهرين لرخص التظاهر من أجهزة الأمن التي وجدت نفسها في حالة ارتباك لم تتعود عليها أو عدم التزام المحتجين بمسار محدد ورفض الإنصياع لتعليمات السلطة فيما يتعلق بأماكن التظاهر إذ أصروا مثلا على الدخول في مواجهة الشرطة لإرغامها على السماح لهم باجتياح شارع الإلزيه ومحاولتهم اقتحام مقر مجلس الشيوخ وقد شكلت ثنائية العنف والتبني الصريح لحق الخروج عن الأطر القانونية صدمة للمسؤولين في الدولة ولقادة الرأي في الإعلام خاصة في ظل استمرار التعاطف الكبير الذي تحظى به السترات الصفراء لدى الرأي العام والذي تجاوز السبعين بالمئة فجاءت المواقف الرسمية مضطربة إذ كانت المطالبة بالصرامة وتطبيق القانون والدفاع عن مؤسسات الجمهورية محتشمة في مقابل تعاطف ضبابي يؤكد ضرورة الاستماع لمطالب المحتجين دون تقديم أي تصور منسجم للخروج من هذه الأزمة وكأن السلطة والمعارضة قد اشتركتا في السعي لربح الوقت لقلة ذات اليد وربما أيضا لعدم وضوح الرأي وصعوبة الفهم يبدو أن السدرات الصفراء عازمة على تغيير عديد القواعد بما فيها القانون المنظم للمظاهرات وغيره وهذا ما أكده الأستاذ في معهد العلوم السياسية جان جاريغ حيث صرح بأن هناك عزما على الالتفاف على أشكال التعبير التقليدية في الحياة السياسية للتعبير عن المطالب وهذه القاعدة الشعبية الجديدة تندرج في سياق تقليد من التمرد العفوي الذي يعود إلى القرون الوسطى وبالتالي تعبر السترات الصفراء عن ضيق اجتماعي وفي نفس الإطار أكد جو ماكرون الباحث السياسي أن أوروبا تغرق في البيروقراطية وفي هذا الصدد كتب المهدي المنجرة إننا نعيش أزمة أخلاقية حقيقية تضاعف من الآثار السيئة لكل أنواع الذل وهي ناجمة عن الفقر والأمية والمرض وغياب العذالة الاجتماعية الكاملة وخرق حقوق الإنسان وحين تبلغ هذه العوامل جميعها الحد الخطر فإنما ظاهرها تتجلى للعيان ويختل الاشتغال الاجتماعي وتكثر الانفجارات والعصيان المدني والحنق الجماهيري التي تؤدي إلى انفجار النظام وآن ذاك يتعلق الأمر بشرخ في الكرامة وهذا ما أسميه انتفاضة الانتفاضات حتمية في العالم العربي والإسلامي ومن يؤشر لها هو التساؤل المستمر وهمهمات شكوى أسية أين هم حكامنا؟ أين هم مثقفون ومبدعون؟ ما الذي حدث لمناضلين المدافعين عن القضايا الكبرى؟ أين هم المتحدثون باسم المجتمع المدني؟ إلى أي حد سيبلغ الارتزاق بنخبتنا؟ وإن ستصل بهم الوشاية وتجارة المخابرات؟ كيف نفسر سكونيتنا الخاصة والقبول بمذلة وطنية ودولية كهذه؟ فالذل الأكبر في نهاية المطاف هو حين لا نعود عارفين لمعنى الذل عندما أتحدث عن الإهانة فإني أقصد الإهانة المزدوجة إهانة الغرب لنا ومعها إهانة الاستعمار وهناك إهانة ذاتية تأتي ممن يقبلون بالإهانة الخارجية وهي تسقط على المسؤولين عندنا جميعا والخطير أن بعض المسؤولين يقومون بترجمة الإهانة التي يتلقونها من قبل الغرب ويعكسونها على شعوبهم لذلك فإن الشعوب العربية تشعر بإهانة مضاعفة من قبل الغرب ومن قبل المسؤولين وتضاف إليها إهانة أخطر وهي الصادرة عن الفوارق الاجتماعية السائدة غير أن ماكرون ممثل الطبقة البرجوازية والمدافعة عنها لم يستوعب دروس تاريخ الثورات وللضغط على السترات الصفراء قام البرلمان الفرنسي بتمرير مشروع قانون يهدف لتحجيم الاحتجاجات العنيفة ردا على مظاهرات حركة السترات الصفراء الشعبية المناهضة للحكومة ويمنع القانون المحتجين من تغطية وجوههم ويمنح الشرطة سلطات أقوى لاعتقال مثيري المشكلات المحتملين من داخل المظاهرات كما أنه يعطي السلطات المحلية حق منع احتجاجات الأفراد ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للبرلمان لكن سيكون للجمعية الوطنية القول الفصل رغم الانتقادات بأن هذا القانون ربما يكبت الحريات المدنية فقد مررت الجمعية الوطنية هذا القانون بموافقة 387 صوتا في مقابل 92 وذلك بفضل الأغلبية التي يتمتع بها حزب الرئيس ماكرون الجمهورية إلى الأمام في البرلمان وفي هذا الإطار قامت دعوات لإجراء مقارنة بين انتفاضات فلاحي فرنسا في العصور الوسطى والتمردات الريفية قصيرة المدى وغير المنظمة والتي تركت أثرا سياسيا ضئيلا ما قام البعض الآخر للبحث في أوجه الشبه مع بوجاديستيس وهي حركة مناهضة للضرائب في خمسينيات القرن الماضي بقيادة معظم العناصر الرجعية من الطبقة الوسطى الفرنسية ولا يزال آخرون يربطون بين السترات الصفراء وحركة حزب الشاي الأمريكية في عهد الرئيس أوباما وأشار عالم الاجتماع ومؤلف كتاب صدر مؤخرا عن الثورات المناهضة للضرائب في فرنسا أليكسيس سباير لا تدعو السترات الصفراء الدولة إلى التراجع عن الحياة المدنية حيث يطالبون بالتصرف بطريقة أكثر إنصافا وينتقلون إلى الشوارع ردا على عوائد الخدمات العامة المتناقصة تعبيرا عن سياسة طبقية أكثر وضوحا وانتقد بعض المتظاهرين الحكومة للإبقاء على ضريبة الوقود والتي تضر ذوي الدخل المتوسط والمنخفض في نفس الوقت الذي تدافع فيه عن إلغاء ضريبة الثروة التي تنطبق فقط على أولئك الذين تساوي أصولهم أكثر من 1.3 مليون يورو وبذلك لم تكن حركة السترات الصفراء هي الأولى من نوعها في فرنسا فقد سبقها في الظهور حركة القبعات الحمراء التي ثارت بعد حوالي ثلاثة قرون ونصف من قبل سائق الشاحنات في نفس المنطقة في عهد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سنة 2013 بحركة احتجاجية أطلق عليها حركة القبعات الحمراء مستعدين بذلك رمزية انتفاضة أجدادهم وقد أرغموا الحكومة على التراجع عن ضريبة بيئية كانت قد أقرتها على شاحنات نقل البضائع وجاء رد ماكرون مساء السبت من بيونيس آيريس وصرح أنه لن يرضى أبدا بالعنف وأكد أنه ليست هناك أي قضية تبرر مهاجمة قوات الأمن ونهب محال تجارية وتهديد مارة أو صحفيين وتشويها قوس النصر وقد ذكر الناشط جان مارك رويان في مقابلة له مع صحيفة الأخبار اللبنانية عن نشأة حركة السترات الصفراء أن أكثر ما يدهشني هو سرعة انتشار السترات الصفراء من دون أن تكون مسبوقة باحتجاجات اجتماعية أساس الحركة حالة غضب عارمة وشعبية ومتناقضة ومكوناتها متناقضة أيضا فنجد أفكار وأطروحات يسارية وحتى يمينية فالجماهير تنضم إلى حركة الاحتجاج حاملة معها أفكارها السياسية ساعة انطلاقتها وغالبا ما تكون متناقضة ويضيف المهم أن الحركة تتسع في لحظة تاريخية تشهد فيها فرنسا أزمة قيادية وحكومية وأزمة أيديولوجية للحكم ولمؤسساته وأجهزته غضب الجموع موجه ضد الحكم ولكنه يستهدف أيضا الصحفيين أمام هذا الانفجار الاجتماعي العفوي ليس للسلطة الفرنسية من أجوبة وصمت رئيس الدولة يعكس أزمة الحكم فرنسا هي مهد الثورة الفرنسية التي قامت ضد البرجوازية وتسلطها على الشعب الفرنسي الذي قام ضد القهر والاستبداد والفقر وبداية من سنة 1785 تعرض الاقتصاد الفرنسي للتدهور حيث تمثلت الأزمة الاقتصادية في تضرر البوادي وتراجع المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وانتشار المجاعة فتراجعت أرباح الفلاحين وصعب عليهم أداء الضرائب في وقت ظلت فيه الأجور منخفضة مما أدى إلى تقلص موارد الفلاحين وجعلت الكثير منهم يعيش في ظروف صعبة وعرفت الصناعة بدورها أزمة كبيرة ساهمت فيها المعاهدة الفرنسية الإنجليزية التي أبرمت سنة 1786 وفتحت أسواق فرنسا أمام المنتجات الصناعية الإنجليزية وانعكست هذه الأوضاع سلبا على ميزانية الدولة التي عرفت عجزا متواصلا مما زاد من التوتر الاجتماعي خاصة بعد أن قرر الملك لويس السادس عشر فرض ضرائب جديدة لحل المشكل المالي مما أدى إلى رفضها من طرف الهيئة الثالثة فاندلعت الثورة فقد جاءت الثورة الفرنسية لسنة 1789 كنتيجة حاسمة للصراع الطويل بين طبقة النبلاء وأغنياء رجال الدين الذين استمدوا ثرواتهم وسلطاتهم من الثروة العقارية الهائلة وتوارث الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن أسلافهم من جهة وبينما كان يسمى آنذاك بالطبقة الثالثة والتي ضمت البرجوازية والفلاحين وصغار الملاك والحرفيين والأجراء والأقنان من جهة أخرى وقد ترسخ هذا الوضع الطبقي الذي منذ العصور الوسطى ووضع حاجزا بين هؤلاء الذين يصلون والذين يحاربون أي أغنياء رجال الدين والنبلاء وبين أولئك الذين يعملون من أجل إعاشة الآخرين أي الطبقة الثالثة باستثناء البرجوازية إن مصدر قوة النظام الإقطاعي على المستوى الاقتصادي بل أيضا على مستوى السيطرة الاجتماعية هو ملكية الأرض حيث كان من يملكونها السيادا للذين يعملون فيها ولكن مع حلول القرن الحادي عشر وبداية نمو التجارة والإنتاج القائم على التخصص المهني ظهر شكل آخر للثروة هو رؤوس الأموال التجارية الضخمة التي أصبحت مع نهايات القرن الثامن عشر لا غنى عنها لتسيير قطاعات الدولة المختلفة وقد خلقت هذه الثروة معها طبقة قوية اقتصاديا لكنها لا تملك شيئا من القرار السياسي الذي ظلت طبقة النبلاء محتفظة به كجزء من امتيازاتها كانت هذه الطبقة الجديدة هي الطبقة البرجوازية التي تشكلت من رجال الصناعة والبنوك وكبار التجار الذين يطمحون إلى تحرير السوق والتجارة من النظام الاقتصادي القديم وإعفائهم من الضرائب الباهظة والمتنوعة التي يفرضها عليهم النظام الاقطاعي وأن حررت الثورة الفرنسية الجماهير من نير الاقطاع إلا أنها قد جعلت من البرجوازية سيدة العالم هذا وقد قام المجتمع الفرنسي قديما على مبدأ اللامساوات بين الفرنسيين أمام القانون مما أدى إلى وجود فئتين بالمجتمع فئة مستفيدة وهي هيئة النبلاء التي كانت تمثل ما بين واحد وواحد ونصف بالمئة من الفرنسيين تمتعت بالعديد من الامتيازات فلها أراضي واسعة ومعفية من الضرائب تحتكر المناصب العليا في الإدارة والجيش وحق فرض الضرائب على الفلاحين كما كانت تتلقى أجورا من الملك وفئة الإكليروس أي رجال الدين حيث مارست هذه الفئة تأثيرا روحيا على الفرنسيين استحوذت على حوالي عشر بالمئة من الأراضي الفلاحية الفرنسية تمتعت بعدة حقوق كحق أداء ضرائب أقل للدولة أما الفئة الثالثة فهي تضم باقي أفراد الشعب الفرنسي أي حوالي ستة وتسعين بالمئة من المجتمع وتتكون من العمال والحرفيين والفلاحين بالإضافة إلى البرجوازية التي كانت تعاني من التهميش المتمثل في عدم مشاركتها في تسير شؤون البلاد وهي الفئة المتضررة وقد عانت من الظلم الاجتماعي فبالإضافة إلى ما كانت تؤديه من حقوق إلى الكنيسة والنبلاء ناءت تحت ثقل الضرائب التي تدفعها إلى الدولة بأشكال وطرق مختلفة وقد تأثرت هذه الفئات بأفكار عصر الأنوار خاصة البرجوازية الناشئة التي كانت الأكثر طموحا في الانخراط في الحياة السياسية لتأمين مصالحها الاقتصادية وقد ساهمت تقسيم الإداري في بروز مشاكل سياسية حيث تم تقسيم التراب الفرنسي إلى عدة ولايات ومقاطعات وكان من مساوئ هذا التقسيم وجود حدود بين المناطق والجهات مع استفادة جهات دون أخرى ما أدى إلى حكم قار ودائم وغياب إدارة مشتركة بين الجهات حيث خضعت فرنسا منذ القرن السابع عشر لحكم ملكي مطلق يتمتع فيه الملك بسلطات واسعة مستمدة من الحق الإلهي بما يتعارض مع أفكار فلاسفة عصر الأنوار التي تدعو إلى فصل بين السلط وضرورة مشاركة الشعب في تسير شؤون الحكم وقد حاول الملك لويس السادس عشر إيجاد حل للأزمة التي عرفتها فرنسا عن طريق اتباعه السياسة الإصلاح من أجل تدعيم موارد الدولة بإقامة ضرائب جديدة وتعميمها على الجميع بما فيهم النبلاء الشيء الذي رفع من التوتر بين الفئات المكونة للمجتمع كما عين الملك لويس السادس عشر مراقبين عامين لتسير الشؤون المالية للحد من الأزمة التي تعرفها البلاد فقدم تورجو للملك برنامجا إصلاحيا ارتكز على ثلاث نقاط أساسية وهي لا إفلاس، لا زيادة في الضرائب، ولا اقتراض لكن الهيئتين الأولى والثانية رفضتا هذه الإصلاحات وامتنع النبلاء والإكليروس عن أداء الضرائب مما أفشل إصلاحات تورجو مما أدى إلى رفع موجة الإضطرابات في مختلف الأقاليم فكانت النتيجة دعوة الملك لويس السادس عشر مجلس الهيئات العامة إلى الإنعقاد فوجدت الفئات المتضررة من هذا المجلس فرصة للتعبير عن مطالبها فيما عرف بدفاتر المظالم وقد أفرزت تلك التطورات تزايد أفواج من العاطلين والمستائين من الوضع الاجتماعي والسياسي مما عجل باندلاع الثورة الفرنسية ومن نتائج الثورات الشعبية التي اندلعت عام 1848 في أوروبا والتي أطلق عليها المؤرخون اسم ثورات ربيع الشعوب وقوع عددا كبيرا من القتل والجرحة حيث اندلعت حروب أهلية في عدد من الدول الأوروبية بل حروب دولية وتم إعدام كثيرا من الثوار وفر عدد كبير منهم إلى خارج البلاد وخصوصا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقد أطلق على هذه الوفود الضخمة من النازحين اسم مهاجرين 48 ومن أشهر الفارين كارل ماركس الألماني مؤسس النظام الشيوعي والذي حصل على لجوء وعاش في إنجلترا حتى مماته ولكن على الجانب الآخر كانت لهذه الثورات إنجازاتها فهي كانت علامة فارقة في التاريخ الأوروبي ورسالة واضحة بأن التغيير قادم لا محالة ولو بعد حين ومن رموز تلك المرحلة أن العلم الألماني الحالي بألوانه الأحمر والأسود والذهبي كان هو علم الثوار الألمان في تلك المرحلة وتحدث الثورة فقط في ظل الظروف التي تجمع الشروط الموضوعية بشرط أن تكون الطبقة الثورية قادرة على العمل الثوري الجماهيري بشكل قوي بما فيه الكفاية لكسر أو زعزعة الحكومة القديمة والتي لن تسقط أبدا ولا حتى وفي فترة الأزمة دون دفعها عن مصالحها وبذلك يمكن القول بأن أي من البلدان التي شهدت ثورات ملونة لم تكن فيها حالة ثورية من الكافي أن ننظر إلى مستوى المعيشة في هذه الدول فضلا عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتدنية للنصر الثوري بما يؤدي إلى التحريض على القيام بالتغيير المطلوب وفي الوقت نفسه لا يمكن إنكار حقيقة أنه من أجل نجاح الثورة الملونة هناك حاجة ملحة لتجاوز الصعوبات الكبرى التي تواجهها بعض الحكومات مثل التدهور الحاد أو طويل الأمد والواضح للوضع الاقتصادي أو السياسي مثل خسارة الحرب أو العقوبات الدولية أو الأزمة الاقتصادية وغيرها بالإضافة إلى ذلك فإنه لم يكن هناك في البلدان المتضررة من الثورات الملونة طبقة ثورية قادرة ليس فقط على إسقاط الحكومة وهذا شيء من السهل جدا القيام به ولكن لتحل محلها ولتقدم برنامج عمل جديد ومشروعها التطويري لذا فمن المهم أن نفهم أن الثورات الملونة لا تهتم بتحقيق هدف الثورات الكلاسيكية وهو تغيير النظام السياسي وتغيير أشكال الملكية أو الملكية أي تغيير النظام الاجتماعي برمته فهي مصممة فقط على تغيير الأنظمة السياسية وبتحليل تطور الحركات الثورية منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن الحادي والعشرين فإننا نستطيع أن نقول بأن الثورات الملونة هي نتاج التكنولوجيا الفائقة وعصر العولمة والتي لم تكن ممكنة إلا بعد الوصول إلى مستوى معين من تطور المجتمع البشري في جميع المجالات العلوم والاقتصاد والاتصالات وغيرها وهناك سمة أخرى مهمة للثورات الملونة هي أنها عملية معقدة تحاكي الثورة الاجتماعية والسياسية وبعبارة أخرى فإن الثورات الملونة هي مجرد محاكاة للثورات وقد لعبت الألوان والرموز دورا هاما في الثورات الملونة ذلك أن الأنظمة التي تعتمد على مضمون الرموز خلافا لمضمون الاتصال اللفظي تؤثر على الوعي واللاوعي ويدرك السياسيون جيدا أهميتها وبالتالي فإن اختيار الوردة الحمراء أو الخزام الأحمر باعتباره رمزا للثورة ليس من قبيل الصدفة ويمكن إرجاع الطبيعة السريعة للثورات الملونة إلى الاستخدام المكثف للموارد المالية وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال بما يسمح بتسريع بإسقاط النظام خلال سنة ونصف أو سنتين وأصبح من غير ضروري دخول البلاد في سباق تسلح مرهق والعمل لعدة أجيال لتقويض النظام أو لإنهاك العدو اقتصاديا كما جرى مع الاتحاد السوفيتي وحلفائه في المعسكر الاشتراكي كل هذه الخطوات تتم بشكل سريع للغاية باستخدام ميزات جديدة للمجتمع ما بعد الصناعي والمعلومة وبالتحديد الهيكل الشبكي والبرمجة العقلية للتلاعب بالرأي العام ويقصد بالرأي العام رأي المواطنين العاديين والذي ترى الحكومة أو النظام السياسي أنه من الحكمة احترامه وأخذه بعين الاعتبار والرأي العام كقوة مؤثرة في السياسة الخارجية لم يكن له دور يذكر قبل الحرب العالمية الأولى إلا أنه مع نهاية الحرب ومع نمو الوعي السياسي للشعوب بدأ الرأي العام ممثلا برأي القوى العمالية يظهر ويؤثر في مجرى السياسة الداخلية والخارجية للدول إن الرأي العام يعبر عن نفسه إما من خلال قنوات منظمة مثل الأحزاب وجماعات المصالح ووسائل الإعلام أو يفرض نفسه في شكل مزاج عام ومظاهرات سياسية وفي السياسة الخارجية كما هو الحال في السياسة الداخلية يمارس الرأي العام دوره في عملية صنع القرار بقيامه بدور الداعم لسياسة الحكومة الخارجية أو المناهض لها والجديد هنا هو بروز عدة عوامل في ثورات القرن الحادي والعشرين سواء كانت في الدول العربية أو في الثورة الجاكية الثانية بفرنسا أهمها التدخل الأجنبي وتدخل وسائل الاتصال الحديثة التي أحدثت ثورة في قواعد اللعبة لم تعد القوة والصرامة تصلح لردع شعب ثائر مما يستوجب على ماكرون وحكومته البحث عن حلول أخرى لمواجهة الأزمة فحكومة ماكرون أمام مشكلتين عويصتين الأولى تتمثل في أن أصحاب السترات الصفراء عازمون على المضي قدما حتى تحقيق أهدافهم والمشكلة الثانية أنها أمام تحدي وتدخل أمريكي من خلال محاكاة لعبة الربيع العربي في فرنسا كما أن هناك تداخلا كبيرا بين المجال السياسي والاقتصادي حيث أصبح رجال الأعمال هم من يديرون ويتحكمون في الانتخابات البلدية والرئاسية والتشريعية وفرنسا هي واحدة من ضمن الدول التي تخضع لقانون هذه اللعبة رغم جرأة العديد من رجال السياسة والقانون باعتبار البلدان الغربية ذات توجه ديمقراطي وأن صندق الاقتراع هي تعبير عن إرادة الشعب وقد قامت انتفاضة السترات الصفراء بكشف النقاب عن المؤامرات التي تحاك ضد شعوب العالم كله بدون استثناء فكلما أرادت أو فكرت الشعوب المقهورة والفقيرة في الانتفاضة كان مؤسس ومناظر النظام الليبرالي بالمرصاد لوأدها في المهد وتغيير مسارها وتشتيت مناصرها لتغيير قواعد اللعبة جهزوا لذلك حراكا شعبيا أو لعبة الأمم في الدول المتوقع ثورة الشعوب المقهورة قد وصلت إلى مرحلة المخاض والنظام الرأسمالي بمنظريه ومحنكيه يعلمون جيدا أن هناك ثورة قادمة غير أنهم يجهلون متى ستقع وأين وهذا ما يفسر مفاجأة الثورة التونسية للقوى الغربية ومؤسساتها فطبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على الاستغلال وبالتالي لابد من أن هناك في هذه الأرض المعولمة من سيتصدى لهذا النظام ولمشاريعه المفقرة للطبقة الوسطى وبذلك يتم احتواء هذا الغضب والانفجار أو الانتفاضة بتفجيره أكثر والنتيجة واحدة سواء كان في الدول المتقدمة أو الفقيرة وهو حسن استغلال انتفاضة الشعوب المقهورة وتأطيرها قانونيا وتشتيتها بين أحزاب متعارضة متنافسة على السلطة بما يفضي في الأخير لوأدها في المهد وتعويض قواعد اللعبة والقوانين القديمة بأخرى أكثر نفعا للنظام الاقتصادي الليبرالي بما يتماشى والمرحلة الراهنة والمستقبلية وتعد اتفاقية التبادل الحر والشامل والمعمق تتويجا لهذا المنهج الاستغلالي يؤكد البعض أن هناك أطرافا إقليمية وأخرى دولية إن لم تكن طرفا مباشرا في تفجير بعض تلك الثورات والانتفاضات فإنها كانت طرفا مباشرا في تفعيل مجرى تطور تلك الثورات سواء باتجاه الاحتواء وضبط المسار أو حتى منع التطور أو باتجاه تفعيل التطورات والوصول بها على النحو الذي آلت إليه ربما تكون بعض القوى الإقليمية والدولية قد فوجئت باندلاع تلك الثورات لكن ربما أيضا تكشف الوثائق مستقبلا أن بعض هذه القوى كانت قريبة أكثر مما هو متصور ليس فقط في عملية التحكم وإدارة تطور بعض الثورات ولكن أيضا في تهيئة الظروف لتفجر بعضها من خلال ما حدث من تغلغل لهذه القوى على مدى سنوات طويلة في الشؤون الداخلية لبعض الدول وهو التغلغل والتدخل اللذان حرفا كثيرا بالأداء الوطني لبعض النظم الحاكمة ومكن تلك القوى من امتلاك أدوات التخريب الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأمني على النحو الذي تحدث عنه عموس يادلين رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر 2010 من أن إسرائيل قامت بأدوار شديدة الأهمية والخطورة داخل مصر منذ عام 1979 عام توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية للدرجة التي سوف تحول دون تمكين أي رئيس مصري جديد يأتي لمصر بعد حسن مبارك من أن يقوم بأي عملية نهوض لهذا البلد ولم يتجاهل تعمد الإشارة إلى دور إسرائيل في إشعار الفتن الطائفية الواحدة تلو الأخرى داخل مصر على مدى تلك السنوات أما ما جاء على لسان آفي ديختر رئيس الشاباك الإسرائيلي أي الأمن الداخلي الأسبق في عام 2008 من أن النفوذ الإسرائيلي قوي في مصر للدرجة التي تجعل قرار الخلافة السياسية بعد حسن مبارك ليس محظ مسألة داخلية مصرية بل سيكون لكل من إسرائيل والولايات المتحدة دور في ذلك وأن إسرائيل لن تسمح بمجيء رئيس لمصر بعد مبارك لا يعلن التزامه المسبق بمعاهدة السلام مع إسرائيل وأنها تدعم مجيء جمال مبارك رئيسا لمصر لأنه ملتزم بمعاهدة السلام لكن الأخطر هو ما قاله عن أدوات التغلغل والسيطرة الإسرائيلية على مقاليد القرار السياسي في مصر حيث أوضح أن هذا النفوذ القوي لإسرائيل داخل مصر يعتمد على ركزتين الأولى هي شركاء إسرائيل من رجال الأعمال المصريين والثانية أصدقاء إسرائيل في الإعلام المصري وقد انطلقت الثورة التونسية من سياقات متعددة تمثلت أساسا في حالة الكبت القصوى التي فرضها حكم بن علي على الشعب التونسي ونخابه وعجز الدولة عن تحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين والجهات وعجز المؤسسات الإدارية عن تأدية وظيفتها الرقابية تجاه تجاوزات غير محدودة وقد ظهرت العديد من المؤشرات المتعاقبة لحصول الانفجار ولم يكن التراكم أمرا هينا من ذلك أحداث الحوض المنجمي وتداعياتها وأحداث بن قردان والتطورات التي لحقتها مع غيرها من أحداث لم تلقأت تغطية الإعلامية اللازمة وسكوت وسائل الإعلام الوطنية عنها وقد عرفت الأحداث التي شهدتها تونس ثلاثة فترات زمنية تنوع أطرافها واختلفت فيها درجة المسؤولية وقد بلغت الأحداث ذروتها يوم الرابع عشر من جانفي 2011 الذي كان يوما مفصليا ومحددا وخرجت جميع من أجل هدف واحد هو التغيير والمطالبة برحيل الرئيس معلنين عن عدم تصديقهم لما ورد بالخطاب هذا وقد لعبت جيش دورا مفصليا في نجاح الثورة وفرار بن علي إلى السعودية عقب اتخاذ الجنرال بتونس قرار الحياد انطلاقا من ذلك يمكن الجزم أن دورا للجيش في نجاح الثورة أو فشلها هو حاسم ففي ثورة الياسمين بتونس عمل الجيش على حراسة مؤسسات الدولة الاستراتيجية ولم يرضخ لطلب بن علي بالتدخل بالقوة كما لا يخفى أن نجاح أي ثورة أو فشلها يتوقف على نوع القيم التي تنحاز إليها أي على نوع التغيير الذي تتوخاه ويتأسس على هذا بالبداهة أن نجاح الثورة مشروط بانحيازها للقيم التي تؤمن بها الأغلبية المتأحبة لبذل كل جهد مطلوب من أجل إعلائها هذا وقد استعار نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شعارات وأهازيج وصورا مثلت لحظات فارقة في تاريخ ثورة الياسمين من قبيل بن علي هرب التي أصبحت ماكرون هرب وأخرى على شاكلة خبز وماء وبن علي لاء وأنا فهمتكم لتوصيف ما يحدث في الشارع الفرنسي بعد إدخال تعديلات عليها وقال الناشط علي عكروت ساخرا قمنا بثورة حتى نكون مثل فرنسا فأصبحت فرنسا مثل تونس مرفقا تدوينته بصورة شهيرة لرجل تونسي أشهر قطعة خبز بدل السلاح في وجه شرطة بن علي عام 2011 وأخرى لمتظاهر فرنسي عام 2018 كما استحضر الناشط فتح عسكري الكلمة الشهيرة لأحمد حفناوي إبان سقوط بن علي قائلا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية هذا وتتميز حركة السترات الصفراء عن غيرها من الحركات الاجتماعية التي شهدتها فرنسا طوال العقود الماضية افتقادها لأي زعيم سياسي أو هيكل رسميا أو خلفية حزبية بل تسيرها طاقات بشرية متنوعة منفصلة عن بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي فهي حركة افتراضية بامتياز وهو ما يزيد من خطوراتها بالنسبة إلى السلطات الفرنسية وهنا يرى فوركر بأن منظري الولايات المتحدة وأوروبا الغربية ينطلقون من سياقين اجتماعيين والسياسيين مختلفين تماما يفسر اختلافهم في نظرياتهم حول المعركة الاجتماعية فكلاهما مثلا اجتماعات صناعية وأقاما نظما ديمقراطية لكن السياق الاجتماعي والتاريخي للديمقراطية في أوروبا الغربية مختلف عن الولايات المتحدة أوروبا الغربية لديها تاريخ ديمقراطي اجتماعي نمو دولة رفاهية التجارة المؤسسية تقاليد مشتركة قوية مرتبطة باتجاهات التجارة مع الدولة ووفقا للناشط جان مارك رويان فإن دوافع الاحتجاجات مرتبطة بالأساس بالتحولات العميقة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها باريس في السنوات الأخيرة فقد يكون السبب الرئيس لاندلاع احتجاجات السترات الصفراء هو سياسات الازدراء الكامل حيال الجماهير الشعبية المعتمدة منذ أكثر من 20 عاما وأن حركة السترات الصفراء لم تتعظم بسبب قرار رفع أسعار الوقود بل بسبب غطرسة الحكم وعجزه عن الحوار تجلت هذه الغطرسة في يوليو في الطريقة التي تم فيها اتخاذ قرار تخفيض السرعة على الطرق إلى 80 كم في الساعة والتي استفزت قطاعات كبيرة من الناس فبدأت أولى عمليات التخريب بما فيها تكسير الرادارات المخصصة لمراقبة حركة السير وهي في الحقيقة عمليات مقاومة ويضيف قرار رفع سعر الديزل كان القشة التي قصمت الظهر البعير وأدى إلى انفجار الاحتقان الاجتماعي الأخير هو نتاج للتحولات البنيوية التي شهدتها فرنسا في العقود الماضية فتكاليف العيش المرتفعة في المدن الكبرى دفعت الفقراء ومحدودي الدخل إلى الضواحي البعيدة والريف كما شهدت فرنسا في الفترة ذاتها اختفاء تدريجيا لوسائل النقل العام في هذه المناطق وأصبحت وسيلة النقل الوحيدة هي السيارة لكن الناس أضحوا لا يستطيعون دفع الثمن المرتفع للوقود ويضاف إلى ذلك وفقا للناشط رويان الضرائب التي تثقل كاهلهم والمتزامنة مع إلغاء الضريبة على الثروات الكبرى تلغى هذه الضريبة في الفترة ذاتها التي يسهب فيها الخطاب الرسمي الموجه للجماهير بالحديث عن الأزمة والإصلاح الهيكلي وضرورة شد الأحزمة فهناك عنف اقتصاديا تسلطه الدولة على رعاياها وهو العنف الذي يقوم نتيجة دوافع اقتصادية لتحقيق أهداف اقتصادية وهناك عادة أسباب ودوافع لممارسة هذا العنف منها غياب العذالة الاجتماعية وتزايد التفاوت الطبقي كذلك عجز الدولة عن تلبية الحاجات الأساسية للمواطن كالعمل والتعليم والسكن والعلاج هذا بالإضافة لإخفاق التنمية واحتكار السلطة ومقربيها للثورة والفعالية الاقتصادية عليه فإن تردي الأحوال الاقتصادية يؤدي إلى الإحباط واليأس والحقد على المجتمع مما أدى إلى الانتقام منه ومحاربته فإنما يصاحب الفقر من أوضاع اجتماعية ونفسية وعوامل خارجية أخرى قد تولد الإحساس بالظلم والإضطهاد ومن ثم التورط في ارتكاب جرائم عنف وبداية من سنة 1980 حتى سنة 2000 يمكن ملاحظة تفشي ظاهرة اللامساوات بين الطبقات الاجتماعية في الدول الغربية وهنا يبدو أن الصراع الطبقي عاد من جديد بعد أن وقع القضاء عليه من قبل ثوار الثورة الفرنسية لتعيده البرجوازية الحديثة بقوة على طاولة الأحداث وقد تناول علماء الاجتماع المعاصرون في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية قضايا العنف وخاصة منه العنف السياسي وقد أبدع رالف دارندورف في أبحاثه حول صراعات الطبقات وتميز أدورنو ثيدور بأبحاثه النقلية لقضية التفاعلات والتوترات داخل المجتمعات ولقد أثار علماء الاجتماع في فرنسا وألمانيا وخاصة أرون رودولف قضية التفاقم عدم المساواة الاجتماعية والبطالة الجماعية وضياع الشخصية التام وتدني الأعراف والقيم وشيوع روحي المنفعة البراجماتية ومرض الاستهلاك مما تسبب في تزايد معدلات العنف والجريمة وأكد علماء آخرون مثل مورسيس وكوسير وميرتون وبرينسوس على حقيقة مفادها أن تتابع موجات العنف بنفس الوتيرة الحالية سيؤدي لا محالة إلى نهاية المجتمعات الديمقراطية في الدول الغربية ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى تفاقم التناقضات الاجتماعية والاستهلاك الروحي والمادي للحضارة والوعود الكاذبة التي تغدقها السلطة السياسية على الجماهير ويذكرنا هذا الوضع الفوضوي في المجتمع المعاصر على وجه الخصوص بالدولة الطبيعية عند هوبس ومبدأه الأول للحياة الاجتماعية حرب الجميع ضد الجميع وفي هذا الصدد وصف أردري ظاهرة العنف بالتعقيد وأن الإنسان المعاصر يصعب عليه التخلص منها وأن الإنسانية سائرة لا محالة إلى نهاية محتومة طالما أننا لا نطيق العيش معا وقد أشارت الباحثة جانيت أبو اللغد على سبيل المثال منذ نحو عشرين عاما إلى أن فترة الهيمنة الأحادية الأمريكية تمثل في الواقع نهاية لعهد السيطرة الغربية الأوروبية ثم الأمريكية ومؤشرا على العودة إلى النظام الدولي السائد في الفترات التاريخية التي سبقته حين شهد العالم وجود مراكز قوة متعددة ومتوازنة فيما بينها وهناك من يرى أن النظام الدولي الذي سينتج عن انهيار الهيمنة الأمريكية سوف يتشكل من عدة مناطق للنفوذ تتكون حول قوة إقليمية متقاربة القوة ولكن على الجانب الآخر يرى هنري كيسنجر أن مثل هذا النظام لا يصلح في العصر الحديث فالولايات المتحدة على سبيل المثال دولة باسيفيكية ولا يمكن إقصاؤها عن شرق آسيا كما أنه لا يمكن إقصاء الصين أو الهند من الشرق الأوسط أو غيرها من المناطق الغنية بالموارد الطبيعية وهناك العديد من القضايا الدولية الملحة مثل الطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة لا يمكن التعامل معها على المستوى الإقليمي بل تحتاج إلى مقاربات عالمية وقد بيّنت عدة دراسات خطورة الوضع منها التقرير الذي صدر عن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون الذي ترأس لجنة تتعلق بها شاشة الدولة والنمو والتنمية والتي شكلت بوساطة كل من كلية لندن للاقتصاد وجامعة أوكسفورد وكانت التوصيات الأولى للجنة المذكورة التي تضمنها تقريرها بأنه يجب مراعاة شعور الناس بالأمن الاقتصادي والسلام الاجتماعي قبل الشروع في بناء نظام الحكم الذي يماثل الأنظمة الديمقراطية القديمة كما يقر التقرير بأن الدول المتقدمة التي تحاول مساعدة الدول الهشة كانت تفعل ذلك بطريقة خاطئة فقد دفعوا بأفضل ممارسات الدول الثرية مطالبين بإجراء انتخابات سريعة متعددة الأحزاب إلى جانب تطبيق السياسات الاقتصادية القاسية للغاية والتي لا تحظى بالتأييد والدعم الداخلي وتروج لها مؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي ولقد أسفرت هذه المحاولات عن ديمقراطيات معيبة للغاية ويسهل تخريبها أو ربما شهدت انقلابات شديدة مثل العراق ما بعد صدام حسين ومصر ما بعد عهد مبارك وليبيا ما بعد عهد معمر القذافي وإن الدفع بوقوع الأحداث بما في ذلك الدعوة لإجراء الانتخابات متعددة الأحزاب مباشرة في أعقاب الاضطرابات الداخلية الكبرى لا يسفر عن نتائج ناجحة بحال ولتحقيق مآربها تسعى الدول الغربية بالزعامة الأمريكية فرض أمر الواقع بطرق عدة منها إجبار الخصم على الصدام وذلك باستخدام وسائل ملائمة بهدف إحداث تأثير مسيطر أو بالعكس مواجهة مثل هذا التأثير حيث ولو كان الإجبار غير ظاهر أو غير مباشر ويمكن تمييز أعمال العنف حسب وسائل الإجبار التي تستخدمها على النحو التالي العنف المادي فالشكل الذي يجسده هو الحرب حيث تدافع كل دولة عن حقها الشرعي في الوجود وتكرس كل دولة ما لديها من قوة لأجل قهر العدو أو لأجل حفظ استقلالها وعليه فخلال الحرب يتسع بمجال أعمال العنف ويشتد بحيث يتجاوز المحاربون والمنشآت المدنية والاقتصادية وتعد العولمة من أكثر الظواهر التي استحوذت على اهتمام الباحثين في علم الاجتماع والمشتغرين بالسياسة والقانون والإعلام فاستغرقتهم في مناقشتها وتحليل مفهومها وتحديد أبعادها والكشف عن دلالاتها ومضمونها والتعرف على ما يمكن أن تفرزه من نتائج إيجابية أو سلبية ذلك أنه على الرغم من جوانبها المتعددة فقد كانت تأثيراتها فيما يدين الاقتصاد والسياسة والثقافة هي الأكثر بروزا وقد صيغت العولمة بنظام يهدف إلى تنظيم حياة الشعوب والدول بأساليب ومفاهيم جديدة أو ما يسمى بالنظام العالمي الجديد الذي يسعى إلى إعادة صياغة النظم السياسية والاقتصادية السائدة في العالم بهدف إخضاع العالم لإدارة كونية واحدة بعبارة أخرى إنها انفتاح عالمي بلا حدود وهي أيضا من ضمن ما تعنيه انتقال مراكز القرارات الكبرى الاستثمار والعمالة والصحة والتعليم والثقافة والبيئة من المجال العام أو الدولة إلى المجال الخاص أو البنك والصندوق الدوليين منظمة التجارة العالمية الشركات متعددة الجنسيات وباستكمال هذه الشروط فإن العولمة وفق هذا المضمون ستعمل على أن تصبح دول العالم الثالث مثل الوطن العربي مجرد مشروعات يتم بواسطتها تدمير السوق الوطني أو القومي حيث سيكون الاقتصاد في هذه الدول متعددة جنسية بصورة مثيرة فلا وجود للهوية القومية أو الوطنية أو الدولة الأمة فالعولمة الأحادية نقيضا لكل هذا فالعولمة قد تصبح كارثة لبعض المجتمعات فقد قذفت العولمة البعض خارج إطار السوق العالمي الجديد مما أدى إلى تهميش دول ومجتمعات أو اقتصاديات بسبب الضغط عليها من أجل إخضاعها تماما لآليات العولمة وسياسات تحرير التجارة أو التدوير الرأسمالي بحيث أدت بها إلى عزلة وحصار تام مثل حالة العراق وليبيا والسودان وأفغانستان وإيران وذلك بحرمانها من الاستثمارات والمعونات والتقنيات والأسواق كما أن العولمة قد تكون واقعتها كالصدمة تضرب المجتمعات كالزلزال مما يؤدي إلى تفكيك الدولة أو تفتيتها إن رضخت لمتطلبات العولمة المتعجلة فإنها تواجه بخطر التفتت بسبب انهيار الجهاز البيروقراطي تحت ضغط الإفقار والفساد والعصابات التي تتحكم بها القوى العظمى وفعلا أصبحت العولمة من المواضيع المركزية للتحليل السياسي وإطارا للتناول بوصفها ظاهرة شاملة الأبعاد الاجتماعية سواء كانت في مجتمعات الشمال أو في مجتمعات الجنوب لهذه الأسباب أصبحت العولمة هي المعطى الاجتماعي الأكثر حضورا في نهاية القرن العشرين وبالرغم من أن مصطلح العولمة لم يتم استخدامه قبل سنة 1983 من طرف العالم ثيودور ليفيت وهو تمييز بين الأسواق العالمية وتطور التكنولوجيا باعتبار الأسواق العالمية والتكنولوجيا هما أهم تطور عرفته العلاقات الدولية إلا أن هذا المصطلح لم يبدأ تداوله وانتشاره إلا مع بداية التسعينيات من القرن العشرين لكن هذا لا يعني أن مضمون العولمة جديد ذلك أن محاولات توحيد العالم سياسيا أو دينيا أو اقتصاديا ليست ظاهرة جديدة فقد عرفتها البشرية منذ فجر التاريخ فالإسكندر الأكبر حاول توحيد العالم تحت قيادة اليونان وقياصرة روما حاول توحيد العالم تحت سلطة الرومان وحاول الاستعمار توحيد العالم تحت سيطرة أوروبا فالعولمة هي عملية إقامة نظام دوليا يتجه نحو التوحد في القواعد والقيم والأهداف مع ادعاء إدماج مجموع الإنسانية ضمن إطاره والمسار يعود إلى تاريخ طويل رغم أنه يبدو جديدا يفترض أنه لا تستطيع أي مجموعة ولا أي أرض ولا أي مجتمع الإفلات من الانخلاط في النظام العالمي الذي يهيمن على الكرة الأرضية وقد أعوز الإسكندر ونابليون الوسائل التقنية لتحقيق هذا الإنجاز وبالتالي فالعولمة أمر لم يخل منه التاريخ الإنساني قط فقد شهد هذا الأخير في مراحل منه عدة وقائعة كان من شأنها حصول تقارب وترابط بين الكيانات الاجتماعية والسياسية القائمة موسيقى